داعش يتمدد والحرب ضده تتسع لكن في حالة ليبيا الغارقة في فوضاها الأمنية والسياسية تتشابك الخطوط وتتعقد حسابات التدخل الغربي ضد التنظيم بين المعلن والخفي فصحيفة فرنسية تحدثت عن قوات فرنسية خاصة تشارك في المعارك ضد داعش في بنغازي بتنصيق مع واشنطن ولندن والإطار سري تؤكد الصحيفة امتنعت وزارة الدفاع الفرنسية عن التعليق لكن مصدرا مقربا من وزير الدفاع الفرنسي قال إنه أمر بالتحقيق فيما وصفه بانتهاك سرية الدفاع القومي يدق رئيس الأمريكي أيضا طبول حرب على داعش في هذا البلد يشدد ويعيد الكرة على ضرورة التصدي لمحاولات توسع التنظيم هناك مثل ما يفعل في حدوده التي رسمها لنفسه في العراق والسوريا وتؤكد تقارير إرسال عسكريين أمريكيين إلى ليبيا لاستطلاع الوضع في حين سمحت إيطاليا بانطلاق طائرات مسلحة من دون طيار من أراضيها للدفاع عن القوات التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش شمالي إفريقيا مؤكدة أن الأمر يتعلق بمهام دفاعية لهجومية ولا أحد من الجهات الليبية يصرح بالتنصيق مع القوات الغربية لتدخل عسكري ضد داعش عاجلا كان أم آجلا لكن كل هذه المعطيات لا تقبل تفسيرا في نظر العارفين بالشأن الليبي غير أن ثمت تنصيقا فعليا بين القوى الغربية لتدخل عسكريين يراه أصحاب هذا الرأي وشيكا وأن تلك القوى لن تقف موقف المتفرج بينما يفسح التناحر الداخلي المجال أكثر فأكثر للتنظيم المتطرف بالتمدد في هذه الخاصرة الإفريقية الرخوة في الداخل الليبي نفسه ثمت أطراف ترفض التدخل الغربي المحتمل تحت أي ثريعة فسفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أكد أن بلاده ليس لديها حاليا أي نية للمطالبة بضربات جوية غربية ضد داعش